السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة مع تلبوشو الفيديو ده اقسم بالله ثالث مرة اسجله مرة اتمسح لوحده كده والمرة اللي بعد كده الصوت فصل في نص الفيديو فانا بعيد تسجيل البرة التانية فلكم هتدخلو كمية الاحباط في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم عن المصاريف في ماليزيا لو انتوا عدوا فترة طويلة سواء كانت دراسة او عقدة عمل يعني ازاي هتكون المصاريف تقريبا اول حاجة هتشوف الفيديو ده والفيديو دوت عملتهم عن السلع الاسسية في ماليزيا واحد فيهم خدت الكاميرا ومشيجوا السوبر ماركت وجبت كل اسعار السلع الاسسية اللي اعتقد ان كل ناس بتستخدمها بتحتاجها والفيديو التاني اتكلمت فيها عن بعض التفاصيل عن المصاريف والحاجات ديت هنستخدم المعلومات اللي في الفيديوهات ديت ان شاء الله واحنا بنكمل الحلقة دي قبل ما نخش في التفاصيل عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا 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 وهو ازاي تعرفوا التكلفها بالعملة بتاعت البلد اللي انت جاي منها طبعا للأسف كل العمولات في العالم بتقترم بالدولار الامريكي فاحنا الافضل ان احنا نحول من العملة بتاع البلدنا للدولار الامريكي وبعد كده من الدولار نحول للرنجة عشان نعرف تكلفة الحاجة يعني لو فرضنا الجدلة مثلا انت جاي من الجزائر فهتمسك الدينار الجزائري وتحولوا لي US$ او لو انت من مصر او لو من السودان او لو من تونس او من اي مكان طيب ازاي نعمل الموضوع ده؟ ده المنتههة البساطة هتروح لعم جوجب وتكتب له الاجيريا دينار مثلا لو انت من الجزائر تحول 2USD الى هي United State Dollar او هتكتب ايجيبشان باوند او هتكتب الدينار المغربي او الدينار التونسى وتحولوا لي US$D هيتطلع لك الناتج فهاتحول من الدولار لي Malaysia ringgit الا هو الرينجة الماليزي او بالاختصار بتاعو MYR في الحالة دي هتبقى عارف انت محتاج كم دولار معاه أنت رايح ماليزيا لو عايز تحول بشكل مباشر من عملتك لماليزيا فده طبعا برضو موجود جوه جوجل وتقدر تكتب برضو بنفس الطريقة اللي طلع على الشاشة ديت ولكن انا طبعا ما بحبزش نهائيا ان الواحد يروح بعملته ويحولها في ماليزيا بالذات مثلا عن تجربتي الجني المصري الجني المصري مضروب بالنار ولو رحت هناك عشان تغيره هيخصفه بتمنه الارض فانا لا انصح ابدا اي حد مسافر واعتقد كل الحالات المشابهة ليه مثلا الدينار الجزائري او الدرهم المغربي الدينار التونسي قوي شوية لكن العملات التانية فما نصحش ان حد يعمل كده نخش في عمق الحلقة نحسب ازاي عندنا طريقتين الطريقة الاولى خليها نفترض انك مثلا بتصرف في الأسبوع وهنحط التكلفة في الأسبوع لو بتصرف في الأسبوع بتجيب مثلا عشرين رغيف مثلا يعني العشرين رغيف دول بيباعوا في ماليزيا الكيس فيه خمس ترغيفها بأربعة رنجت فهنقول مثلا أربعة رنجت فأربعة كياس بحوالي ستاشر رنجت قادي العيش هتجيب مثلا خمس علب تونة في الأسبوع تقريبيا فالخمس علب تونة العلبة بستة رنجت فحوالي تلاتين رنجت تونة هنقول مثلا بتشتري تلات فرخات او دجاجات فدول مثلا متوسطهم الكيلو تلوية بتمانية رنجت فهنقول للمتوسط الفرخة الواحدة بخمساشر رنجت فيباع المجموع للفراخ او للدجاج خمسة واربعين رنجت وهنشتري رز مثلا هنقول هنجيب خمسة كيلو رز هنحط ليهم برضو يعني رقم تقريبي متوسط برضو هنقول عشرين رنجت للخمسة كيلو رز وهنشتري إزازة زيت ونقول إن إزازة زيت تلاتة لتر تقريبا بسبعة وعشرين رنجت كمتوسط وهنحط حوالي خمسين رنجت للجبن او ميت رنجت حسب بقى يعني من شخصتين لأنها الجبن غالية في ماليزيا لكن هنقول مثلا لو هنجيب برطمان جبنة 900 جرام بثلاثين رنجت ومع مثلا حاجة تانية فيبقى المجموع حوالي خمسين رنجت للجبن وهنحط كمان خمسين رنجت للخضار والتوابل والحاجات دي كده تقريبيا تقريبيا هنطلع المجموع معانا حوالي ميتين وستاشر رنجت تقريبا يعني نقوله ميتين وعشرين رنجت ده فيما يخص الأكل بالنسبة للسكن أنا قلت المتوسط للسكن من ألف رنجت لحاد 2400 ومتفاوت حسب المكان حسب لهوى مفروش ولا مش مفروش وفيه شوية حاجات يعني المهم هناخد في المتوسط 1600 رنجت ثالث حاجة الكهرباء الكهرباء في ماليزيا لا هي رخيصة قوي ولا هي غالية وهي في المتوسط فممكن يكون الاستهلاك ما بين 70 رنجت لحد 120 رنجت وأنا بتكلم عن وجود الحاجات الكهربائية العادية اللي هو التلاجة والغسالة والتكيف تكيف واحد بس في الشقة ويكون بيشتغل بشكل يعني مش دائم طبعا لو انت من النوع اللي بيبيت جوه التكيف ومشغله 24 ساعة فأكيد هتجيلك 120 رنجت هتيجي الكهرباء من 100 إلى 120 رنجت وكل ما زادت حاجة بتستهل الكهرباء أكتر في الشقة كل ما انفاتورة هتزيد برضو عن كده يعني مثلا لو انت عندك تكيفين ممكن هتزيد شوية لو عندك مثلا فرن الكهرباء بتستخدمه كتير فبردو هتزيد كمان شوية في نوع من أنواع السكن بتبقى الكهرباء بتاعته كوميرشيال أو تجارية ودي طبعا بتبقى من 250 رنجت إلى 300 رنجت في الشهر ومش بتقل عن كده حتى لو انت بتستخدم التكيف اللي هو بتشغله شوية وتجري وتطفيه على طول اللي هو يأدوب تشميها وتمشي هي تيجي غالية لأن الكهرباء تجارية في الأماكن ديت بعد كده المية المية عندنا قسمين قسم اللي هو مية الشرب اللي بتستخدمها ومية الصرف المية اللي داخلها والمية الخارجة مية الصرف ممتبقاش غالية أو توقع مثلا 13 رنجت 15 رنجت 18 رنجت إلا طبعا لو انت فاتح محل فراخ جوا الشقة وبتصرف مية كتيرة ففي الحالة دي هتجي لك غالية الحاجة الثانية مية الشرب مية الشرب في فانيزيا في ناس بتركيب فلاتر اللي هو السبع مراحل أو الخمس مراحل بس أنا بحس انه بيغير طعم قوي والمية مفقاش كويسة فأنا مش بفضل الفلاتر بس في ناس بتستخدم الفلاتر الحاجة الثانية ان الناس تشتري مية معدنية اللي هو الجالون اللي هو مش عارف خمسين أو تلاتين لتر ده معرفوش الجالون اللي شبه نسل ده عندنا في مصر هيطلع الشاشة هو دوت اللي ممكن تشتري وتشرب منه والجالون دوت ساعل ومش غالي الجالون الواحد بحوالي 6 رنجت ممكن تجيبوا 10 جالونات يعوضوا معاكم الشهر كله فيبقى استهلاككم مثلا 6 رنجت المية في الشهر ككل رابع حاجة المواصلات المواصلات في ماليزيا مش غالية قوي والمفروض ان اللي بيدور على شغل بيحاول ياخد السكن قريب من الشغل دوت ولكن انا هتكلم عن تجربة الشخصية انا كان الشغل بتاعي بيبعد عن مكان سكني بحوالي 8 كيلو المصاريب بتاعت المواصلات كان بتبقى حوالي 10 رنجت في اليوم رايح جاي لو انا فكرت اخد جراب او او بيبقى بحوالي 20-18 رنجت 13 رنجت 12 رنجت حسب الريت يعني والوقت انت عارفين فيه راشنج اوار فدي بتبقى اغلى شوية فبيكلفني كان حوالي في الأسبوع 60 رنجت مواصلات وطبعا انا بتكلم عن القطارات اللي بيركب حاجة اسمها مونوريل او بيركب حاجة اسمها LRT لكن مثلا بياخدوا اوتوبيسات اللي بتبقى ارخص بكتير جدا من القطارات يعني في بعض المعلومات اللي انا شايفها مهمة يعني الناس تعرفها من قبل المعارفة يعني اول حاجة ان اغلى سلع استهلاكية اساسية في ماليزيا هي الجبن واللحم الطازة وبعض انواع الاسماك يعني برطمان الجبن مثلا بيوصل ل 30 رنجت تقريبا الحاجة التانية اللحوم اللحوم في منها قسمين قسم الضأن او الضاني زي بنقول عليه في مصر او زي بنقول عليه في ماليزيا اللامب والحاجة التانية لحم اللي هو العجول او البيف لحم الضاني يدوب بيبقى الكيلو بتاعه من 5 رنجت 6 رنجت لحد الستين رنجت حسب المكان اللي بتشتري منه حسب جودة اللحوم اللحم البيف او اللحم العجول بيبقى بيتراحها بين 43 رنجت 44 لحد 45 رنجت وبرضو حسب المكان اللي بتشتري منه بالمناسبة اللحوم اللي هاشي الاهتمام الاساسي في ماليزيا فمش هتلاقي اماكن كتيرة بتبيع اللحوم المتبوحة طبعا انا بتكلم كله حلال تقريبا او المعظم حلال الحاجة التالتة الاسماك في بعض انواع الاسماك رخيصة ممكن يوصل الكيلو فيها 8 رنجت و 7 رنجت وفي اسماك بيوصل فيها الكيلو لحد 25 و 35 و 35 رنجت في معلومة كمان مهمة هو انك انت كل ما تبعد عن مركز العاصمة اللي هي كوالا لمبور وتبعد شوية برا كل ما يكون ايجارات الشؤة والسكن ارخص بحبة حلوين يعني مثلا ممكن يكون تكلفة السكن اللي ب 1600 رنجت جوا كوالا لمبور ممكن يكون في حتة تانية زي كجانك ب 1200 رنجت وب 1200 رنجت واحيانا ب1000 رنجت فكل ما بتبعد عن مقارر العاصمة وتروح الولايات المجاورة للعاصمة كل ما كل حاجة بتخفي تكلفتها لكن طبعا في الاكل والشرب ما بعتبرش ان التكلفة بتقل او بتبقى برضو في القريب شوية الطريقة اللي احنا عملناها دي انا باعتبرها الطريقة البلدي اللي هو اللي انا قلتلك عن الخبرة بتاعتي ودي بتفرق جامد جدا من استهلاك شخص لشخص تاني يعني في واحد ممكن عشرين رغيف في الأسبوع يكفوه في واحد مثلا عاشرة يكفوه في واحد ستين رغيف او تمانين رغيف ما يكفوهش الموضوع نسبين وحسب عدد افراد الاسرة وانا غالبا بتكلم عن الاسر الصغيرة اللي هي مثلا بيبقوا راجل وزوجته ومعاهم طفلة او طفلة صغيرين طبعا كل من عدد بيزيد اكيد اللي استهلاك بيزيد وانا اتكلمت عن السلع الاساسية اللي تخليك تعرف ترسم صورة تقريبية للمصاريف جوا ماليزيا الطريقة التانية اللي بعتبرها هي طريقة اكثر دقة هو انك تخش على الموقع اللي يزرع شريد فوق وموجود في الوصف الفيديو تحت الموقع دوت بيساعدك انك تعرف اسعار السلع الاستهلاكية مش جوا ماليزيا بس لا في اي دولة في العالم وبيديك رنجي ليها وبيبقى الرنجي ده لحد ما دقيق الفيديو ده برضو لحد مسافر السياحة هيعرف برضو يجمع برضو تقريبيا التكاليف اللي ممكن يعوزها لما يبقى بيعمل السياحة لفترة شهر او شهرين في ماليزيا لو اعجابكم الفيديو اعملوله اعجاب وعملوله لو صحت ومو شركة عشان يوصل لأكبر عدد من الناس واللي عنده اي تساؤلات او اسئلة غير اللي انا اتكلمت فيه ممكن اكتبها في التعليقات تحت وان شاء الله هرد عليها استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي هتكلم عن موضوع مهم وبعتبره موضوع يعني مصير البعض الناس وهو موضوع الاسبشيال باس واللي بيتسبب احيانا في تورط ناس ان يتخش السجن هتكلم عن موضوع ده ان شاء الله باستفادة وعن ازاي تعرف اذا كان الاسبشيال باس اللي انت خدته ده مضروب ولا مش مضروب وازاي كمان تعرف تاخد اسبشيال باس ما يعمل لكش اي مشاكل جوه ماليزيا وهنتكلم برضو يعني ايه اسبشيال باس اشوفكم في الفيديو الجاي سلام عليكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك لصفحة الفيسبوك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد مش هوصيكو با جماعة